تطعيم المضاد لفيروس كورونا نتائج إيجابية للحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في مملكة البحرين أظهرتها بجلاء الإحصاءات الخاصة بالفيروس تلك البيانات أوضحت أنه لا توجد زيادة في أعداد الحالات التي تطلب وضعها الصحي تلقي العلاج في المستشفى أو العناية المركزة ما اعتبره الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا انعكاسا للتأثير الإيجابي للوتيرة المتسارعة للحملة الوطنية للتطعيم وأثر التطعيم والجرعة المنشطة منه في تخفيف مضاعفات الفيروس التي قد تؤدي لتلقي العلاج في المستشفى أو العناية المركزة الحملة الوطنية للتطعيم جاءت بهدف حماية الصحة والسلامة الجميع وبفضل الجهود المتواصلة في التصدي للفيروس والوعي المجتمعي باستمرار الإقبال على تلقي التطعيمات المضادة لفيروس كورونا حققت مستويات متقدمة ونسب مرتفعة للحاصلين على الجرعتين الأولى والثانية من إجمالية المؤهلين لأخذ التطعيم من مختلف الفئات العمرية التي تشملها جرعة اللقاح التطعيم يبقى أحد أهم الوسائل التي تقل أفراد والمجتمع من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا حفاظا على سلامتهم وسلامة من حولهم ودعما لجهود الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا